اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطور الموسيقى الموسم الثالث اللي هو الموسم الجديد ومعانا المغنية بيلي إليش خلانا نتكلم على كامل التفاصيل عندنا اول شيء المقطع الدعاي الخاص بالتعاون اشتركوا في القناة طيب هذه الصورة الدعائية للتعاون للموسم الجديد في عندنا هذا هيكون المسرح نفس اللون ده اتغير عن اللون الاول اول كان لونه ازرق الان اتغير عن لون الاخضر بعد كده عندنا هذا البتلباس المصغر وهذه جميع الجوائز المجانية ان شاء الله اول ما تشتغل اللعبة ان شاء الله حسوي لكم مقطع اعرض لكم كامل الجوائز المجانية بعد كده عندنا اسكن البيلي إليش عندنا هذا الاسكن له ستايلين وهذه الستايلين الثانية يعني الاسكن له اربع ستايلات وهذا ستايل الليغو قالوا انه هذا الاسكن هيكون في البتلباس المصغر فقط يعني ما حينزل في مجر العناصر لانه احنا تعودنا انه في اسكن استايل حينزل في البتلباس المصغر واسكن يعني ثاني حينزل في مجر العناصر يكونوا مختلفين لكن هذه المرة حيكون الاسكن بس في البتلباس المصغر بعد كده حينزل في مجر العناصر بعد وقت طويل تمام ما حينزل الآن قالوا بعد وقت طويل حينزل في مجر العناصر حيكون لها اسكن ثاني ما نعرف لش هم ما سووا الحركة هذه طيب وهذا حيكون في مجر العناصر الرقصات الخاصة بالمغنية. طيب سووا حركة جديدة الان انت الان اذا انت مسكت المكرافون تقدر تلف على يعني تلف بالمكرافون وتحيي الجمهور. سووا حركة جديدة بس الى الان انا ما جربتها صراحة لكن ان شاء الله اول ما تشتغل اللي بحاجربها. طيب خلصنا الان من موضوع الطور الموسيقى. الان نجي في الاشياء الثانية. عندنا اول شيء اضافوا البندقية هذه ولها كل الندرات. عندك الندرة ال 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 الابيض والاخضر والبنسجي والدهبي والسطوري. لكن ما في اعتقد ماتيك. ما اضافوا الماتيك. بعد كده عندنا سووا حركة جديدة لفورتنايت لهذه الرقصات الظاهرة امامكم. شايفين الرقصات هذه? في بعض الرقصات يعني اما شخصك تلك في الجيم ارقصها عليك فانت تنقهر منها تمام? الان في حركة في الاعدادات اذا انت قفلتها اذا رقص عليك اي رقصة من الرقصات اللي انت يعني تزعل منها وتتضايق منها تشوف الشخصية قدامك بس ما ترقص. يعني مجرد انك انت تقفلها عندك في الاعدادات هو يرقص لكن انت تظهر عندك الشخصية واقفة ما يظهر انه بيرقص نهائيا. خلينا بس تشتغل اللعبة خلينا اشوف الاعدادات هذه كيف تتقفل وان شاء الله حسوي لكم مقطع يعرض لكم كيف تقفلوا هذه الاعدادات. بعد كده هرجعه ثاني مرة الديقل ولون ندرتين اللي هو البنفسجي والذهبي. وحيكون في بعض الشخصيات تبيعه. عندنا الاشياء اللي تخص مجر العناصر. قنا نتكلم على كامل الاشياء الخاصة بمجر العناصر. عندنا هذي جميع الاسكينات الجديدة. في عندنا حزمات جديدة نزلت. هذه عندنا الحزمة الاولى. الموزة سوى لها ديقنا الان. وهذه حزمة جديدة حتنزل في مجر العناصر. وعندنا هذه حزمة كمان جديدة ثانية. صراحة هذه الحزمة حسة مرة خيالية. وعندنا هذه الاسكينات الجديدة القابلة للتخصيص. كيف قابلة للتخصيص؟ يعني نفس الاسكينات حق البطال الخارقون. تقدر تغير الوان الطاقيات. الوان التشيرتات. الجزم البنطولونات. الاستايلات حق الاسكينات. يعني تقدر تغير فيها اشياء مرة كثيرة. عندنا هذي حزمة جديدة. صراحة انا ما حسى حزمة جديدة. هذا هولك. بس سولوا لون جديد كده وحركتين صغيرة. وقالوا حزمة جديدة. ولو استايلين الاسكين هذا. هذي الاستايلين. وعندنا هذي حزمة كمان. وهذه الحزمة الاولى حقه هولك. خاصة بتعاون فورتنايت ومارفل. وعندنا هذي كمان. خاصة باسكينات مارفل. ولها استايلين. هذا الاستايل الاول وهذا الاستايل الثاني. بعد كده عندنا حزمة الطاقم لشهر مايو. صراحة الحزمة حسى مرة خيالية. ولها عدة استايلات تفسى النظام القديم. هذي كل الاستايلات. عندنا هذي حزمة خزانة جديدة. وهذه حزمة ثانية. وهذه حزمة ثالثة. وعندنا هذي حزمة رفع المستوى الجديدة. صراحة اي اسكينات بقناع انا ما احب استخدمها نهائيا. تمام? فهذه حزمة رفع المستوى الجديدة. هذي الحزمة اذا انت اشتريتها. تعطيك ثمانية وعشرين لفل. قيمتها الف ومتين في بوكس. تمام? مدتها شهر كامل. يعني ثلاثين يوم وبعد كده تغادر. يعني اللي اشتريها يحاول انه يسوي تحدياتها. تحدياتها انك تجمع اشيات في اشياء في الماب وتعطيك لفلات. وعندنا هذي حزمة آآ بطولة فينسيز الجديدة. هذي جميع الاشياء اللي نقدر نحصل عليه مجانا عن طريق البطولة. والبطولة هذي انا سويت لها مقطع. وموجود عندي في القناة حاول انكم تشاهدوا المقطع عشان تشاركوا في البطولة وتحصل على الحزمة مجانا. بعد كده هتنزل في مجر العناصر. لكن الى الان غير محدد موعد نزولها في مجر العناصر. وعندنا اسكن النموذج. اتحدث في ملفات الليبو. وقالوا هيرجع في مجر العناصر. بعد كده عندنا حزمة كريتوس. كمان تحدثت في واجهة تطبيقات مجر العناصر. يعني اكيد مية في المية هترجع في مجر العناصر. لكن الى الان غير محدد موعدها. لكن مادام انها تحدثت في ملفات الليبو يعني هترجع اكيد مية في المية. بعد كده الان نتكلم على الاشياء اللي تخص طور الليغو. عندنا هذه الحيوانات الجديدة. عندنا اول شيء الخنازير. وعندنا الترويضات الجديدة. طريقة الترويض جدا سهلة. الان انت تبني مباني خاصة بال بالحيوانات. بعد كده ترويض الحيوان خلاص اول ما الحيوان يشوف انك انت بنيت له بيت. يترويض ويسير معاك في المزرعة. وهذه الحيوانات الجديدة. اضاف لها الوان جديدة وتعطيك اشياء جديدة الان. وفي عندنا حيضيفه اشياء جديدة اللي هي الدببة. الان في دببة. اذا انت قتلتها هتعطيك اشياء تخص التصنيعات. وعندنا هذه المباني الجديدة. في بعضها هتنزل في مجر العناصر وفي بعضها انت تقدر تبنيها. وهذه كمان اشياء جديدة. وهذه جميعها. الاشياء الخاصة في مجر العناصر اللي هتنزل. عندنا الاشتائلات لبعض الاسكنات. وعندنا المباني الجديدة. بعد كده خلينا نتكلم على اشياء اللي تخص طور السباك. ما نزلت اشياء كثيرة. عندنا هذي سيارة الان موجودة في مجر العناصر. وهذه الاشياء اللي تخص هذه السيارة. وحتنضاب بعد كده سيارة جديدة. ممكن في الايام هذه وممكن في الايام المقبلة. هذا كل شيء كان عن التحديث الجديد تسع وعشرين فاصلة تلاتين. ما نزلت اشياء كثيرة هذه المرة. في ملفات كثيرة مشفرة الان. كل بعد فترة حيفكوا ملف مشفر وتنزل اشياء جديدة اول باول. يعني نفس نظام كل مرة. اذا ظهرت بعد كده اخبار جديدة. حنزل لكم اياها في المنتدى وفي الدسكورد وفي الاستجرام وفي الاسناب. اللي ما ضافني على التواصل يحاول يضيفني. في رابط اصفل كل مقطع مكتوب عليه تواصل مع الصياد. ضيفني بالطريقة اللي تعجبك. تمام? واذا نزلت اخبار كثيرة ان شاء الله حسوي لكم مقطع خاص لوحدها. وفي عندنا بعض الاسكنات الجديدة والاشياء اللي تخص الحزمات. ان شاء الله حنزل لكم مقطع كل ما تتمناه قادم. وعرض لكم جميع الاشياء اللي تخص مجر العناصر. كده وصلنا النهاية مقطعنا. اتمنى اي شاكس ما اشترك في قناتي. اشترك في قناتي. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب. اكس تو اكس تو. واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. وان شاء الله يتقابل مقطع اخر. وفا امان الله. اشترك في القناة